الأطفال بيقدوا وقت كبير جداً في المدرسة يمكن أكتر من الوقت اللي بيقدوا أو بيعودوا في البيت فيه خلال الوقت اللي بيكونوا فيه في المدرسة بيكون فيه تصرفات الطفل ممكن يكون ما بيعملهاش في البيت عشان ممكن خايف من مامته أو من بابا لما تيجي المدرسة بقى تشتكل وليه الأمر وتقول له مثلاً ابنك عمل كذا أو كذا بيحصل عند أولياء الأمور زهول خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن اختلاف الشخصية للطفل ما بين المدرسة والبيت ولما المدرسة تقول كلام غير اللي ابني بيتصرفه قدامي خالص أصدق مين معنا الدكتورة بنورانا في استوديو النهاردة إيمان عبدالله محمد الاستشاري بعلم النفس والعلاج الأسري أهلاً وسهلاً يا فندم أهلاً بيك أهلاً بحضرتك صباح الخير على حضرتك صباح الفل منورانا يا فندم يعني إزاي نعرف الأب والأم دلوقتي الاختلاف ما بين الشخصية عند الطفل اللي موجود في المدرسة والبيت أولاً بسم الله الرحمن الرحيم وأشكر جداً حضرتكم على الموضوع طبعاً هو الطفل بنقول بيختلف عن إيه ولكن هي بتبقى طريقة التربية يعني طريقة أنماط التربية وخصوصاً نمط الأب والأم لو فيه أباء متساهلين بتلاقي الطفل بيبدأ الإهمال اللي بيعمله في البيت ممكن يبقى إضعاف أضعاف في المدرسة لأن المدرسة مجال مافتوخه في زميل أدو وأصدقاء في سنه فبالتالي بتدي له مساحة أنه هو يعمل كده فيه أباء متسلطين يعني قواعد بحزم شديد جداً دون ما يعرفوهم القواعد دي ليه بيعملها فبالتالي هو بينفذ أوامر الأب دون منقشة فهيروح يعمل إيه في المدرسة اللي هو عايزه فوسحة بقى هعمل اللي أنا عايزه أباء تانين عندهم حالة من التفاهم الأخذ والعطاء أو بنسميهم إلى حد ما حازمون بلغة علم النفس فهتلاقيه عارف القرار اللي هيديه لابنه أو القاعدة وعارف قدرات ابنه أنه هيستوعبها وبيفهمه إحنا عاوزين ده ليه فهيروح المدرسة متعود على أنه فيه قوانين وقواعد أسرية فهيلتزم في المدرسة وينجح ويبقى تحصيله الدراسي قوي فيه أباء بقى متساهلين جداً يعني ما عندهمش المعلومة ما عندهمش المتابعة ما عندهمش عملت إيه النهاردة سألت ابنك على عمل إيه في المدرسة فده هيروح يعني هيروح مقصر جداً في أدائه فإذاً هو بيبقى رد فعل لأنماط التربية اللي في البيت فيه أباء بيبقوا مش بيتابعوا أولادهم فبالتالي هنا فيه مساحة لأنه الطفل يعمل اللي هو عايزه داخل المدرسة فيه طفل ممكن يفرق طاقته المجبوتة اللي هم الأباء اللي قلت عليهم متسلطين جداً فهيلاقي فرصة أنه ممكن يعتدي على حد من زميله يضرب حد يبقى عدواني يبقى فيه فرط حركة في الفصل ليه لأنه ما بيعملش ده في البيت وما تقلوش أنه ده غلط أو صح معظم اللي بيعملوا مشاكل الأهل مش شايفينها هم اللي مش متوقعين من أولادهم من هم يعملوا حاجة غلط خالص لأ دهنا ابني مماشيه مصطرة فبالتالي مش متوقع أنه بني يعمل أخطاء في المدرسة ولكن ده رد فعل لأسلوب الأباء في البيت فهي المدرسة ما بتختلفش عن الأسرة بل بالعكس المفروض أنها تبقى مرآة لما يفعله الأباء في أبناؤهم في المنزل يعني طيب كنا بنتكلم قبل الهوى أن حضيك قلت أن الطفل ممكن يكون مضغوط أنا برضه يعني ما قدرتش أستوعبها طفل عنده سبعة تعمل سنين مضغوط كنت بأتكلم مع الدكتورة بقول لهم بقول لها أنا بنتي وهي راجعة من المدرسة ما بتقاش عايز تتكلم معي أو يعني بتتعصب علي في كل صغيرة وكبيرة كلما أتكلم معها عملت إيه في المدرسة مش عايز تقول فده إيه السبب أنها ترجع من المدرسة بهذا الشكل بس أولا أنا سألت حضرتك يا برجع الساعة كان قلت لي الساعة تمالية من الصبح اللي ساعة تمالية لا لا هي عندها تمان سنين هي عندها تمان سنين أنا فاكرة بقول لي بس أنا عايزة أسأل سؤال الحركة دي مثلا بتتكرر معك لو سألتها بالليل بعد شوية بعد شوية بعد رجوع من المدرسة بشوية الموضوع اختلف لكن لو احنا لسه نازل أجيبها من تحت حقيقي عصبية عملت إيه في المدرسة تقول لك إيه هو ده طبيعي لأنها جاية من المدرسة مضغوطة مضغوطة يعني إيه دايما الأباء برضو يعلاو زحارة كل مدرسة بتعمل حاجة يعني أو بتعمل بتعمل إحنا مشكلتنا إن إحنا مش عايشين في عقول أولدنا ضغط في سنها ضغط على قد سنها بس كده إحنا بنشوفهم دايما مشكلتنا إن إحنا بنشوفهم أطفال لكن بنتعلم لكن بندهم أوامر كأنهم مكبار هو مش مقتنع أن هي عندها 8 سنين يعني حضرتك شايف أنا أحد سغنتك حد كده أدل بالليل ده بمنتهى الأمان يعني آه يعني مش مقتنع يعني في طفل عنده 7-8 سنين يكون مضغوط الشيء الهم إيه على أداء يعني ممكن تبقى تحديثها وشبتها مثلا بيعملها معاملة الكبار يعني هو بيعملها إنه مثلا إيه أده بقى تعالي نعود نتناقش دلوقتي مانا كويسة هوي بقى أنت كويسة لا الطفل بيجي مضغوط لأنه بيبقى يوم الدراسي مليان مليان حاجات بتعلموها مليان ساعات من وقته وصحيان بدري فبالتاليها مضغوطة بعد زي ما حديك قلتي بعد دقائق هتلاقي بتادي تختلف أو بعد ساعات للإنها هديت شافت بابا وماما أكلت خدت البريك بتاعها هتبدأ زي أي حد ما بيجي من الشغل بيقى مش طائق حقيقي هي تعتبر في عملها وممكن تبقى فرصة زي ما حريك قلتي دلوقتي أشارتي لحاجة مهمة جدا فكرة أن هي ممكن تبقى جعانة فعلا طبعا مش نايمة فمع الوقت لو سبتها شوية تحكي لك هي تقولك أنا ده أنا حصل معي كذا ده أنا فهمتش الدرس ده قولها بس كمان شوية هنلعب يا سلام هتقولك على كل حاجة قولها بعد ساعة كده ما رجعت يا هنلعب شوية هنروح مشوار هتلاقى فكت خالص طب احنا نتعامل زي بقى مع الطفل اللي يكون عنده شخصية في البيت وشخصية في المدرسة أولا أنا لازم أعرف هو شخصية وايه في المدرسة يبقى لازم فيه لنك ما بين الأسرة وما بين المدرسة ليه لأنه فيه سلوكيات أنا مش هاب أعرفها فلازم أقول للمدرسة بعض المعلومات عن أولادي وده المرفوضة المدرسة تعمله عن الطفل بتاعي هو هادي هو عصبي هو معرفش إيه يبقى فيه فيدباك عن أولادنا والمدرسة تديني فيدباك اللي ابني عمله لأنه طبيعي فيه بعض التعامل يبقى فيه متغير عن البيت هو ممكن يضرب أخوه لكن مش ممكن يضرب زميله أو ممكن يحصل العكس فيه أفعال رد فعلي فيه تنمر ممكن فيه تحرش ممكن فيه ضغوط من المدرس فبالتالي لازم أنا عارف إيه هو نوع الأول للسلوك طب لو أكرر فعلا سلوك زي السرقة أو زي الضرب أو زي العنف وأنا ابتديت أتعامل مع ابني أن أنت السلوك ده خاطئ أعرف الأول هو السلوك ده عمله ليه ثم بعد كده أكرره أكتر من مرة ولا ما أكررهش لو أكرره أكتر من مرة هنقول بقى جادوى لنتعامل معه إزاي إفرد السلوك ده فعلا بقى السلوك اضطرابي وعمله أكتر من مرة رغم أنه ما فيش مسببات في الفصل أو حاجة أولا هبدأ أكرر له كذا مرة أن السلوك ده خطأ وأستبدله بحاجة يعني ما أقولهش لا ما تعملش السلوك ده هقوله طب ما أنت ممكن بدل ما تدرب زميلك ممكن تستأذنه في الحاجة اللي أنت عاوز أديله بديل على طول لأن الطفل هنا بيبقى في المرحلة دي عنيد بعد تكرار السلوك أكتر من مرة أديله جايزة أو أكافؤ على السلوك الإيجابي عشان أسحب السلبي لأنني لو ركزت على السلوك ابني السلبي هيفضل يزيد ويعيد فيه لكن لو أنا ابتديت أوجه نفسه أوجهه للسلوك الإيجابي يبتدي يقلل شوية السلوك السلبي أديله مكافأة على السلوك الإيجابي أتجاهل السلوك السلبي يعني ما ركزت معاه في أنت عملته كم مرة وعملته نهاردة ولا لأ وتعالي أقول لي عملته إمتى وعملته إزاي وليه قررته كل دمني كل ده يخليه يركز عليه أكتر ويعيده لكن أنا بديله مكافأة على السلوك الإيجابي اللي عمله نهاردة حتى لو قلل من السلوك السلبي شوية ده يعتبر بالنسبة لي أنا سلوك إيجابي لو حلقة النقاش دي مفقودة عندي أنا دلوقتي مش عارفة ابني بيكذب علي ولا المدرس هو اللي بيبالغ في بعض الأمهات التكلمة معاهم تقولك ابني مستحيل يعمل كده ابنها حقق المستحيل وعمل وعادي خالص وممكن فوقت تاني يبقى فعلا هي عارفة شخصية ابنها عارفة هو الحدود بتاعته فين مش هيقدر يتعدى الحدود دي مستحيل فمن هنا نبعى عارفين أنه يمكن المدرس بيبالغ شوية إمتى الحلقة بتاعت النقاش المفقودة دي تبقى أعرف أتواصل بيها صح بطريقة إيجابية مع ابني ومع يمكن المدرسة من ناحية تاني بصي أنا مشكورك على السؤال ده جدا رغم أن أنا عايزة أقول أن المدرس مش هيكذب ولكن هو ممكن ما يكونش شايف الحقيقة كاملة هحكيلي القصة بسيطة كده الابني هو صغير حصلت له أنه في صديق ليه رجليك كسرت فقال أنه مصطفى هو اللي كسر رجلي فطبعا المديرة استدعتني أنا وقيت ابني كسر رجلي زميله أنا مش ممكن يعني مستحيل أنه عندي سقف توقعاتي لابني مستحيل يعمل حاجة زي كده ما عندهش كامل عدوان ده فأنا روحت المدرسة وطلبت أنه أنا هروح أقابل الطفل ده حتى ولو في بيته فبصراحة كلمته في التليفون وقالت له مصطفى عمل معك كده قال لي لا تنطق معك كده قلت له طب ليه حضرتك قلت كده قال لشان هو أشتر مني في الفصل فلازم يبقى الأمة تتحرق الدقة الشديدة ده هنا مشكلة المدرسة هي الأمة هتروح تحقق ده هنا مشكلة المدرسة إن هي تاخد الكلمة من بق الطفل لا أولا أقول لها حضرتك على حاجة هو المدرسة بتبقى مقصرة في الجزء بتاع الأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي ده حقيقة لأنه ممكن أنا زي ما حديك قلت طب أنا أعرف منين الحقيقة ممكن فعلا بيجرب عليهم والمدرسة هي الصحي من اللي يعرف الاستشاري الموجود المفروض في المدرسة أستعين به وأقول له أعطب مع الطفلين أعطب مع الطفل والمدرس هو يعرف يطلع الحقيقة هل لكن أنا مبقاش ساقف توقعاتي عالي أو مع ابني أو ساقف توقعاتي عالي أو مع المدرسة فأفقد المصدقين لازم يبقى فيه وسط ما بيننا ولذلك أنا قلت أنه لازم يبقى من الأول أنه يبقى فيه علاقة ما بين المدرسة والأسرة علشان الطفل ما يحسش بفجوة ويقع في أخطاء شديدة لازم ما يحسش بالفجوة دي يحس أن الميز دي حد قريب مننا أن المدرسة ده بيتك التاني المدرسة بيتك التاني فهنا يبدأ نقلل كمان السلوكيات دي ونستعين بالأخصاء النفسي كمان طيب هل الخلافات الأشرية ممكن تؤثر في حاجة زي دي؟ أكيد خصوصا وسائل التربية يعني لو أنا أب متساهل والأمة حزمة الطفلة يروح لمين؟ للمتساهل هيقوله بس بابا قال إن أنا ممكن أخذ المصروف ده النهاردة بس بابا قال معرفش إيه فهيبدأ ينقي الأسهل مش الصح لإنه الطفل معرفش الصح ما قال ده غير بقى الصراخ ده فيه دراستات كتير بتتكلم عن الصراخ والزعيق والصوت العالي بيأثر جداً على نفسية الطفل ويفقده أمانه النفسي فبيروح بقى يستعيد بكل ده في المدرسة بإنه ينطلق ينطلق في الخطأ دايماً المشاكل بتسيب أثر نفسي للطفل ما بيحسش بالأمان في الأسرة فبالتالي أنا حتى لو فيه مشكلة ياريت بعد ما ينامه ياريت بيننا وبين بعض ياريت نقلب المشاكل دي لحوار برضو ممكن يأثر على الطفل إنه يبقى جاي عنده مشاكل وما يعرضهش على الأسرة أو أنا مبدلوش مساحة إنه يحكي المشكلة بس فيه أنواع من الأطفال كتومة يعني مفرداتها قليلة بتتكلم قليل جداً ما تعرفيش أنت إيه اللي بيحصل لك في المدرسة ما تفهميش منه ده حقيقي ده بيجيني حالات كده على فكرة أنا بستدرجهم بستدرج الطفلة أعرف إنه حد قالي إنها مثلاً حد درب هواء ما جاتش تقول هي خايفة لتبان ضعيفة قدام الأم أو خايفة لتبان ضعيفة قدام أسرتها فأنا ممكن أحكي لها عن طريق لعبة أقول لها العروسة بتاعتك النهاردة كتزعلانة عن طريق قصة عن طريق حد من زميلها فأخذ الموضوع بطريقة غير مباشرة غير لغاية ما هي تحكي وتبدأ تحكي وجرأها من خلال القصص وحكاية قبل النوم ياريت نرجع لها تاني المشابهة للقصص بتاعت أولادنا اللي بيتعرضوا لها في المدرسة طيب أطفال كتيرة كاتوما زي ما كان بس أنت بتقول وأطفال كتيرة ما عنداش القدرة على التعبير عايز أتكلم بس مش عارفة حلو سؤال تعمل إيه؟ وأن نعمل معهم إيه؟ عدم القدرة على التعبير بيبقى بسببه الولدين لإن أنا معرفتهاش تعبر عن مشاعر ودي مشكلة كبيرة جداً ودي اللي بتعمل مشاكلة نفسية على فكرة يعني أنا بيجيني المريض النفسي عايز إيه؟ عايز الكلم مش عارف يتكلم مع أي حد خالص عايز الدكتور النفساني يطلع اللي جواه أنا أبدأ من صغر الطفل أعرفوا أني إحنا كده بنحتفل يبقى المفروض نبقى سوعداء يبقى المفروض نتحك ناخد هدايا نبتسب